ننتقل إلى أجواء أخرى العلم نور وجهل ظلم شعار تبنته قرية عرابة الجليلية في إسرائيل حيث تعتبر نسبة الأطباء فيها العليا بالعالم وفق معطيات المجلس المحلي في القرية التي تستحق لقب عاصمة الطب العالمي التقرير من إعداد محمد خطيب وقراءة نسرين إبراهيم أبوغش في قرية عرابة الواقعة في منطقة الجليل الأسفل للشمال إسرائيل ويصل تعداد سكانها نحو 24 ألف نسمة تحتفل في كل عام بمناسبة عودة العشرات إليها حاملين شهادة نجاحهم في جامعات البلاد أو في الخارج وحصولهم على ترخيص لمزاولة مهنة الطب لكن من كان منهم يتوقع يوما أن يتبوأوا سلم الأكثر بلدات العالم في تعلم مهنة الطب هناك قيود تحول دون قبول أبنائنا في الجامعات الإسرائيلية بعضها يتعلق بأعمارهم لأن هناك حدا أدنى لقبول الطلاب في الطب في جامعات البلاد وفي ظل الصعوبات التي واجهها الطالب العربي في البلاد يختار الطلاب العرب وجهتهم الأكاديمية إلى خارج البلاد في حين أصبحت دولة رومانيا البلد الأكثر استقبالا للطلاب الأكاديميين من قرية عرابة نحن اليوم موجودين في رومانيا التي تعد دولة من دول الاتحاد الأوروبي 17 دولة شهاداتنا معترفية نعمل امتحان بعد 6 سنين يسمى لتشينسا باللغة الرومانية وهي امتحان ترخيص لدول الاتحاد الأوروبا فنحن شهاداتنا معترفية ب17 دولة وعندنا 17 إمكانيين نختارها ووفق الإحصائيات الصادرة عن منظمة التعاون والتنمية OECD من بين 100 ألف إنسان ينهي 11 فارز اثنان من الطلاب تعليمه الأكاديمي في مهنة الطب حول العالم كما وتشير الإحصائيات الرسمية إلى أنه في إسرائيل تصل النسبة إلى ثلاثة فارز ثمانية أكاديميين طلاب في عرابي اللي بيروحوا على موضوع الطب واللي هن كثار هن قسمين قسم اللي بيروح من البداية بدون ما يفوت في هذي التفاصيل كان البسيخومتري أو المتحانات المقابلات الشخصية اللي بتسهلوا وبتعلموا بره أو القسم الثاني اللي بيقدم هون بسيخومتري وبيقدم هون سلسلة المقابلات أو بيصلننش حسب علامته طبعا وبيقدم بنجحش فبتوجه لواحد من الدول الأوروبية عادة قرية عرابا وحدها يوجد فيها 150 طبيبا يمتلكون ترخيصا لمزاولة عملهم في مهنة الطب داخل إسرائيل أي أن من بين كل ألف مواطن في عرابا يوجد أكثر من ستة أطباء ووفقا للمعطيات الجديدة التي يصنفها سلم التدريج الاقتصاد الاجتماعي السايكو إيكونومي الذي يقيم الوضع الاجتماعي والاقتصادي لكل بلدة إسرائيل وفق مدخولات ومصرفات كل فرد مقارنة مع غيرهم من البلدات الأخرى فإن عرابا تصنف في درجة اثنين في هذا السلم وهذا يعني أن العائلات في عرابا تعاني اقتصاديا وهي الأسوأ في ترتيب البلدات العربية واليهودية شمال البلاد نعم ولمواكبة الموضوع مع الفلسطوري الزمينة نسلين إبراهيم أبووش مرحبا بكي دعنا نقول إنجاز كبير لهذه القرية الصغيرة في الجليل لكن ما هي الأسباب التي تقف وراء هذه المعطيات؟ عدة أسباب فرسطق في وراء هذه المعطيات وأهمها وأولها العام الاجتماعي العربي العدات والتقاليد هي التي تجبر بمعنى آخر الطلاب التوجه إلى هذه التخصصات مثل الطب والهندسة وحتى المحامات والطب منهم لأنه يعتبر صعب جدا ليس كل شخص يمكنه تجاوزه وحتى النجاح به وإذن العام الآخر هو التباهي إذ الأهالي يتباهون بأن ابنتهم أو ابنهم هو دكتور عندما تسأل أي شخص ماذا يعمل ابنك فبكل فخر قبل أن يقول لك اسمه ابن الدكتور فهذا التباهي لدى المجتمع العربي بأهمية هذا التخصص والعمل الآخر هو الخروج إلى بلاد أخرى خرج البلاد لتكملة الدراسة وذلك من صعوبات واجههم في إسرائيل نعم ما هي الصعوبات التي تتحدثين عنها؟ أعدت صعوبة تواجه الطلاب في إسرائيل باختصار وأهمها هو امتحان البسيخومتري الذي يتضمن اللغة كم كلامي سبق وأن اعتادوا تقرير حول البسيخومتري ماذا يتضمن وأيضا عام الآخر هو تحديد الجيل يعني يجب أن الطالب يدخل التخصص في عمر الواحد والعشرين وهذا بسبب تقديم الخدمة الجيش فيجب على الطالب العربي الانتظار ثلاثة سنوات لحتى الطالب اليهودي ينهي خدمة الجيش نعم ودعنا نقول هناك ظاهرة أخرى بأن المستشفات الإسرائيلية تعج بالأطباء العرب هذا صحيح في كل مستشفى في إسرائيل نسبة العرب تقريبا أصبحت أعلى من نسبة الوسط اليهودي في تقرير عام 2014 العام الماضي صدر من تقرير من وزارة الصحة الإسرائيلية بأن نسبة 35% من الطلاب العرب الذين أصبحوا أطباء في مستشفيات إسرائيل وتراجع الوسط اليهودي لأن العقول اليهودية أخذت أكثر تهرب بسبب ربحي فهم يتوجهون إلى تخصصات أكثر ربحية مثل التكنولوجيا والعلوم والهندسة فأفرغوا هذا التخصص للوسط العربي نعم بجملة أخيرة أيضا ظاهرة التعليم في الخارج ذكرت ذلك لكن تكثر في الآون الأخيرة ظاهرة التعلم في الخارج بالنسبة للمجتمع العربي في إسرائيل صحيح باختصار السبب هو سهولة القبول في الجامعات الأخرى وتقبلهم في إسرائيل وأيضا سهولة التنقل افتتاح العالم أصبح من السهل التنقل في أي دولة في العالم والرجوع إلى إسرائيل وكما نرى نسبة الأطباء في المستشفيات نعم نسرين إبراهيم مغوش زمير شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة